قال رئيس مجلس الوزراء إن القرارات صادرة عن لجنة التسعير التلقائية لأسعار المنتجات البترولية وما تضمنته من تحريك لأسعار بعض المنتجات البترولية تأتي في إطار متابعة المعادلة السعرية بالصورة ربع سنوية لتتناسب مع تغيرات في أسعار الطاقة العالمية وسعر الصرف وأشار رئيس الوزراء إلى أنه وفقا للدراسات التي قامت بها اللجنة على مدار الفترات السابقة فقد تم تحريك أسعار منتج البنزين بأنواعه وتثبيت سعر منتج السولار وعدم تحريكه وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي والظروف الاقتصادية التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة والأنشطة الاقتصادية المختلفة لافتا إلى قيام الدولة المصرية بتحمل واستعاب أي زيادات في تكلفة منتج السولار على أساس سنوي لمتوسط التكلفة خلال الفترات السابقة موضحا أنه لم يتم تحريك سعر منتج السولار منذ أكثر من ثلاثين شهرا مراعاة للأحوال المعيشية للمواطن المصري ومراعاة للبعد الاجتماعي وذلك على الرغم مما واجهته الدولة المصرية من تحديات في مجال الطاقة ونوها مدبولي إلى قرار إرجاء أي زيادات في الكهرباء لمدة ستة أشهر وذلك حتى نهاية العام الحالي تنفيذا لتوجهات الرئيس السيسي وتخفيفا للأعباء عن كاهل المواطن المصري في هذه المرحلة موضحا أن تكلفة هذا الإرجاء تحمل الدولة نحو عشرة مليارات جنيه في بند الكهرباء فقط ترجمة نانسي قنقر